في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإدجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أصفرت أجهود خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلعب بالدعم أصفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط خمسين ألفا وإحدى وتسعين قضية تمونية متنوعة مستندية وعينية من بينها 110 قضية بيع استوانات غاز في السوق السوداء بمضبطات بلغت واحد وعشرين ألف وسبعمائة وسمانية استوانة وضبط 103 قضية مواد بترولية بمضبطات بلغت ستة مليون وستمائة وستة وثلاثين ألفا ومائتين وتسعة وثلاثين لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 389 قضية استلاء على السلع المدعومة بمضبطات بلغت أكثر من 434 طن سلع مدعومة وحوالي 60 ونصف طن أسمد مدعومة كما تم ضبط 282 قضية بيع بأزيد من السعر بمضبطات بلغت أكثر من 206 طن أرز أبيض وضبط 97 قضية حجب أرز أبيض بمضبطات بلغت أكثر من 819.5 طن كما تم ضبط 28804 مخالفة للمخابز بمضبطات بلغت حوالي 1127 طن دقيق بلدي وضبط 6 قضايا حجب أعلاف بمضبطات بلغت أكثر من 152 طن أعلاف حيوانية وضبط 20 قضية بيع بأزيد من السعر للأعلاف بمضبطات بلغت أكثر من 614.5 طن أعلاف حيوانية وضبط 294 قضية غش أعلاف وأسمد زراعية غير صالحة للاستخدام بمضبطات بلغت أكثر من 912.5 طن أعلاف حيوانية وأكثر من 723.5 طن أسمد ومبيدات ومخصبات زراعية وضبط 147 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبطات بلغت أكثر من 744 طن سلع ومواد غزائية متنوعة و 315.5 طن دقيق أبيض كما تم ضبط 16408 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغزائية وغير الغزائية بمضبطات قاربت 898.5 طن سلع غزائية متنوعة وحوالي 572 طن دقيق أبيض إضافة إلى ضبط 22 قضية في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر بمضبطات بلغت 178 طن أسمنت و 10 طن حديد كما تم ضبط 1711 قضية في مجال حجب أرز الشعير بمضبطات بلغت أكثر من 15957.5 طن أرز الشعير وضبط 543 قضية في مجال عدم توريد أرز الشعير بمضبطات بلغت أكثر من 1867.5 طن أرز الشعير كما تم ضبط 1243 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبطات بلغت 353.33 عبوة وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر مليونين و 644 و 736 مخالفة مرورية متنوعة من بينها مليون و 396.527 مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 16606 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد 809 سائق منهم كما تم المرور على 1037 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3909 من سائق حافلات المدارس وتبين إيجابية أربع حالات كما تم فحص 3371 مركبة وتبين مخالفة 101 مركبة لشروط الصلاحية الفنية كما تم رفع 1299 سيارة و 196 دراجة نارية متروكة و متهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 18720 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحزول تركيبها واستعمالها عن ضبط 2972 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 3641 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 8716 مخالفة الزجاج الملوم بدون تلخيص وضبط 1021 مخالفة ملسقات وضبط 45 محلا مخالفة لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية وفي مجال قضايا التيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 352244 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 305601789 جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1281 قضية من بينها 721 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وضبط 560 قضية في مجال جرائم المطبوعات وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 252 قضية بقيمة مالية بلغت 618 مليون 986103 جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضريبية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 12717 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 18 مليار 733 مليون جنيها قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 52 مليون و2022948 جنيها